على القاهرة والناس رمضان شهر مشهدى بالملئين نشرة المصريون من القاهرة والناس أهلا بكم وإليكم أبرز العنوين اليوم الأخير للاستفتاء الوافدون يتصدرون المشهد الوطنية للانتخابات لا تمديل يوم الرابع في الاستفتاء فالنورة وطبل في الاستفتاء بالهرم وسيدة تضع مولدها في اللجنة ببني سويف السيسي والست زعماء يناقشون تطورات الأزمتين السودانية والليبيا بالقاهرة سريلانكا تفجيرة الأحد نفذتها جماعة إسلامية محلية بمساعدة شبكة دولية واشنطن تلغي الإعفاءات من عقوبات إيران وعقوبات تنتظر ثمانية دول ومحمد أمين يكتب على الكراسي المتحركة شهدت العديد من مراكز الاقتراع في المحافظات ضمن اليوم الأخير إقبالا كبيرا من المواطنين على التصويت في الاستفتاء على تعديلات دستورية خاصة في لجان الوافدين وتفقد ألواء محمود شعراوي وزير أتنية المحلية عددا من اللجان بمحافظة القاهرة لتأكد من عدم وجود أي مشكلات واشهد شعراوي بالجهود التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة لتأمين عمليات الاستفتاء وتسهيل إدلاء المواطنين بأصواتهم بكل يسر وسهولة ولفت إلى أن المشاركة عكست حالة الاستقرار الأمني التي تعيشها مصر أمام العالم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للمزيد من التحليل ينضم إلينا في الستوديو المهندس مروان يونس مستشار التخطيط السياسي والإعلامي أهلا وسلم حضرت أهلا وسلم حضرت ممكن مع نهاية اليوم الثالث والأخير هناك عملية إقبال على الاستفتاء وتفاعل كبير من المصرين كيف تقرأها؟ تخلينا نتكلم في الخبر على موضوع الوافدين وهو موضوع بلغ الأهمية ربما لا يشعر به كثير من المصريين ولكن في حقيقته هناك حوالي من خمسة لسبع مليون مواطن يعملون خارج منطقة السكن أو خارج النطاق الانتخابي بتاعهم وده بيخليهم لا يستطيعوا التصويت في انتخابات كثيرة حتى احنا بنقول من يجي نحل الانتخابات أو نتحدث عن انتخابات بنفس المبين رقمين رقم الورق اللي بيقول عندنا كم واحد يستطيع التصويت ومن عنده قدرة الحقيقة وممكن من التصويت يعني عندنا بره العدد بتاعنا عندنا حوالي خمسة لسبع مليون مصري خارج مصر وعندنا برضو حوالي خمسة لسبع مليون وافد وجودهم بدي زخم العملية الانتخابية ولكن وجودهم ده يعني هو مرتبط بلا بد تكون عملية الورقة الواحدة يعني لازم يبقى انتخابات رئيس الجمهورية فيها ورقة واحدة على مستوى الجمهورية او انتخابة استفتاء وبدأوا يظهروا في هذه الانتخابات وظهروا بعدات كبيرة جدا وفي اللجان كثيرة جدا بس اللجانة اللي في العاصمة الادارية في اللجان اخرى بدأ يبقى ليهم تواجد بشكل كبير ده امر جيد ان هم ممكنوا من التصويت ربما نتمنى اللجنة على الانتخابات برضو تبدأ تربط ما بين التصويت ده على كمبيوترات وكلام زي كده زي ما بنشوف بره لان التجربة ديمقراطية هي تراكمية ان احنا بتعلم شيء بنزود عليه بعد شوية بنزود اجراءات افضل بعد شوية امر الاخر هو المشاركة في العموم اي مشاركة في عملية الانتخابية هي شرعية لهذه العملي وهذه المشاركة هي شرعية لدولة يونيو شرعية لاجراءات هذه الدولة الى هذه اللحظة بغض النظر وفقت او ما وفقتش على هذه الانتخابات ولكن الطرفين ذهبوا للتصويت ده لي رسالتين رسالة اولى نحن نسخ فيه شرعية دولة يونيو وايضا الاجراءات القانونية والاغلاءات الادارية التي تم البيع لعملية الانتخاب بغض النظر انت تتفق معها او تختلف معها فهو امر جيد جدا وبداية وعي عند المواطنين نتمنى نرى مشاركة في كل الانتخابات القادمة بزيني سابق المعقولة جدا قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها بانه لم يتم مدى تصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور اليوم رابع وكل ما نشر عن ذلك غير صحيح واليوم اخر ايام التصويت واضاف في مؤتمر صحفي ان عملية التصويت ستنتهي باخر ناخب ولم تتخذ قرار بالمدى حتى الان ولن تغلق اللجان قبل ان يصوت اخر ناخب واذقررنا المدى سنعلن ذلك فورا واكد الشريف انه ليس من حق وسائل الاعلام ان تنشر او تنشر مؤشرات لنتاج الاستفتاء على الدستور مهندس مروانة ما تقييمك لاداء الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم مؤتمرات وبيانات للرد على الشائعات المتدولة بشأن الاستفتاء وخليني نتكلم على الاجراءات الانتخابية وادارة هذي العملية ادلت بشكل معقول جدا فوجة نظري يمكن انا روح تسوط ما لقيتش اي صعوبة في هذا الامر ما لقيتش اي تحرش بي داخل اللجنة او محاولات من اي حد يعمل اي حاجة ودي حقيقة يعني فامر جيد وامر التاني الحرفية في التصريح ده ان موضوع المؤشرات ده عادة ما فيش مؤشرات الا من وسائل موسوك بيهو طريقة كمان اخذ المؤشرات دي لها قصص كبيرة مش ان انا روحي عن نتة اقول مثلا انا شايف النعم هي الاكتر انا شايف الله هي الاكتر دول مين هيجيبه ايه هذا الكلام خطر جدا الامر الاخر لابد بيبقى صدور النتيجة من مصدر واحد على مستوى الجمهورية الامر الاخير لو احنا نتكلم عن الديمقراطية في البلاد التانية اللي هي تطورت وتراكمت التجربة بشكل كبير جدا حتى تنتج بقى الاكزيت بولز ومش عارف اللي هو وانت داخل بنعمل زي استطلاع رأي على بعد المتين متر مش عارف من اللجنة زي والاكزيت بولز وانت طالع نسأل الناس صواتت ايه وانت طالع المؤشرات زي مشوف انتخابات بره وكده ده محتاج حاجات كتير جدا محتاج مراكز بحسية كبيرة جدا لديها ثقة عند الطرفين يعني عند طرفي المعادلة الانتخابية نعم او لا او مرشح ده او مرشح ده الحزب ده او الحزب ده ودي لازالت غير موجودة في الى هذه اللحظة كل الموجود هي مجموعات او او زي ما تقولي اشكال ادارية اما تابعة للدولة اما تابعة الجامعات اهلية ما خدتش السقة الكافية فدايما بتلاقي فيها تشكيل فمما نتيجة الكلام ده ايه انا اتمنى ان يعني فكرة وخلانا تفاكر الاخوان اما الاخوان يجو معاملوا ويعملوا قصة بتاعت النمه بتاعت مرسي وكلام مرسي عاته الجو اللي عمله ده مش طلعوا نتائج بدري وقعا يقولك دي نتائج الحقيقية والكلام ده بتؤثر الكلام ده عن الناخبين بشكل كبير وكويس ان احنا نمنعه بس المهم نتمنى بقى عندنا فيهم اللي هم خادرين نعمل زي برا كده المؤشرات ايه والدخول عامل ازاي والاعداد عامل ازاي ونفضل نشوف نعود على الانتخابات نتفرج عليها كأنها فيلم سينيما ده بيطلع كم في المية وده وصل كم في المية والناخبين دول ايه وايضا نريد يعني اتمنى بقى من الهيئة الوطنية انها تطلع لنا في اخر تحليل بقى كام مرأة راحت السن راح قد ايه الشباب راح كذا الوقت اللي بيروح فيه الشباب الوقت الفلاني هذه المعلومات هامة جدا وهي دي اللي بتقوي التجربة بترسخ التجربة عند الناس واي انتخابات بتقيمها دولة يونيو احنا معاها اننا تمنى تقوم بتطيع بشكل جيد وانا ما يطلعش على اي اخطاء واسمرانا لاحتفال المصريين امام الليجان توفد اهالي منطقة الهرم بمحافظة الجيزة على لجان التصويت على التعديلات الدستورية واستقبل الاهالي امام مدرسة هشام شتا الاعدادية بنات بالطبلة البلدية والمزمار والتنورة والرقص والزغاريت وفي قرية اشمنط بمركز ناصر بمحافظة بن سويف شهدت لجنة اللواء حسن الحميني وضع سيدة مولودها داخل اللجنة الانتخابية اثناء الادل بصوتها داخل اللجنة في الاستفتاء حيث تم نقلها الى مستشفى ناصر المركزي لمتابعة حالة هاء الطبية ممكن مهندس مروان ما هو المطلوب بشكل مباشر من الاحزاب السياسية في مصر وصيا لازم الاحزاب السياسية تبدأ تنظر للامر بشكل اعمق شوية هو الموضوع مش زي ما تقولي تفارات انتخابية كل ما تيجي انتخابات يظهر حزب ويختف حزب ويختف حزب يعني مثلا هذه الانتخابات ظهر حزب بدأ يطلع باسم وبدأ اتحرك الانتخابات اللي قبلها وجدنا ان الاغلبية مع حزب تاني اختفى حاليا هذا الامر اي حزب السياسي او اي طهر سياسي لابد يكون ليه استمرارية وليه صلابة في الرسالة وليه صلابة في المؤيدين وليه تنظيم سياسي على مستوى مناسب قادر على الوصول للمواطنين ليس الحزب السياسي نتيجة طفرة انتخابية عدنا انتخابات ايه فيه احزاب بتطلع في الانتخابات احزاب في الدول اللي بتحصل في الاخر التحالف وتشكل حكومة الدول برلمانية والكلام ده بقى ليه شكل معين منها الاحزاب ولكن الدول الرئاسية اللي زي عندنا لابد الاحزاب تبدأ تفكر بشكل اعمق هو حتى التأييد كويس ده تأيدي اليوم او كويس تتعارض مش ديك مشكلة ولكن لابد يكون لك في الاخر عمق عند الجماهير شوية لان اه فيه خدمات ممكن كله يقدم خدمات فقط من اوقات ممكن حزبي بقى عنده وبعد شوية قانون يسمح بعمل جماعات اهلية الاحزاب الله هو اعلم ولكن في الاخر لابد بقى ليك المؤيد الصلب اللي هو عارف افكار حزبك عارف انت عاوز تعمل ايه عارف برنامجك السياسي ايه ان انت ما تيجي تحكم حضرتك هتعمل لي ايه لان ليس كل شيء على الرئيس هناك برلمان ايضا بيقر حكومة ويقر برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وكله حضرتك بتكلم على فكرة البناء التراكمية بالضبط لازم الاحزاب تنظر ان انا مش هطلع للجمهير ساحة الانتخابات ثم اختفي تاني اللي عاوز يطلع اهلا وسهلا كمل بقى واشتغل شغل حزب حقيقي ليه قواعد وليه مؤيدين وانت حزبك بتبقى حزب منافس سميها معارض سميها لابد ان تتحليل فرصة ايضا للظهور وانه هيبدأ يبقى حزب ويبقى ليه مؤيدين وقواعد وتنظيم والكلام ده لان فكرة الحياة السياسية المبنية على التفارات لا تنتج اي شيء ولو بنتكلم على التجربة التراكمية زي ما حضرتك كلمة يا استاذ هاجر مش هتعمل اي تجربة تراكمية طالما هي مشاهد بتطلع سعة الانتخابات وتخدامها اتمنى من الزمل في اي حزب سياسي مؤيد معارض واسط زي ما تقولي يبدأ بعد الاستفتاء ده نقطة فارقة في تاريخ مصر لابد يحصل اتزان الوصل السياسي وكله يظهر في عمل سياسي مستقر يطلع برامج يطلع اهداف يبدأ يتعامل مع الجماهير رصدت المصري اليوم مشاهد داخل لجنة الوافدين مستشفى معهد ناصر بالساحل حيث النقلات وكراسي متحركة لخدمة المرضى وكبار السن وتسهيل عملية التصويت على التعديلات الدستورية كذلك رصد شباب متطوع لمساعدة دول احتاجات الخاصة وإيصالهم إلى باب اللجنة لأخذوا أحد أفراد الأمن ثم يوصلوا حتى صندوق الاقتراع ويعود به من جديد إلى الباب لأخذه مرة أخرى المتطوع ويسلمه للمرافق المزيد المزيد في هذا التقرير متابعة لسير عمليات الاستفتاء من خلال غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن بوازرة الداخلية لحظة بلاحظة على مدار اليوم عبر الفيديو كونفرنس مع غرف العمليات الفرعية بجميع مدريات الأمن على مستوى الجمهورية للاطمئنان على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتواجد الميداني للمستويات الإشرافية لمتابعة الحالة الأمنية ولتزليل العقبات التي قد تواجه المواطنين بخاصة كبار السن وذو الاحتياجات الخاصة والتي اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتيسير عليهم خلال عمليات الاستفتاء فقد حرص عدد كبير من هؤلاء على أداء حقهم في إبداء أرائهم حول التعديلات الدستورية المقترحة حيث لبت مدريات الأمن والقطاعات والإدارات الشراطية المختلفة نداءات غير القادرين منهم والذين يعانون من إعاقات بصرية وحرقية وطلبوا خلالها توفير سيارات لنقلهم إلى مقر لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم نظرا لهذه الظروف الصحية والتي تحول دون ذلك وهو ما حدث بتوفير سيارات خاصة بهم وسيارات إسعاف واستحابهم إلى مقر لجان ليدلوا بدلوهم في هذه التعديلات المقترحة ضاربين بذلك أروع الأمثلة في حب الوطن والرغبة في المشاركة في رسم خارطته المستقبلية كما حرص رجال الشرطة القائمين على تأمين مقر لجان الاستفتاء على تزليل العقبات أمام كبار السن وذو الاحتياجات الخاصة من خلال كراسي متحركة متوافرة بمقر لجان واستحابهم حتى الانتهاء من عملية الاستفتاء فدائما ما تتصدر هذه الفئة الاستحقاقات المختلفة حرصا منهم على بناء وطن المستقبل آمن ومستقر وفي لفتة وطنية تعبر عن مدى اعتزازهم بحبهم لوطنهم أصر مصاب هيئة الشرطة من الأفراد والمجندين من منطقة عادل ظروف إصابتهم أو بلوغهم السن القانونية وتقوم الوزارة برعايتهم بجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فرع الوفاء والأمل أصروا على المشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية برغم ظروفهم الصحية وقد استحبهم وفد من وزارة الداخلية إلى مقر لجنتهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وفي سعادة كبيرة أدل كل واحد بصوته والذي يعبر عن رأيه ذلك أروع الأمثلة أولا في التضحية من أجل الوطن وثانيا في استكمال المسيرة بالمشاركة الفاعلة في بناء نهضاته ومستقبله مؤكدين أن المشاركة واجب وطني على كل مواطن فاصل قصير ونواصل نشرة المصري من القاهرة ونستبعون عودة مرة أخرى إلى نشرة المصريون من القاهرة ونستب تضيف القاهرة الثلاثاء اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول شأنين السودان والليبي وقال السفير بسام راضي المتحد الثرسمي لرئاسة الجمهورية نهو من المقرر أن يستضيف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي القمة التشورية للشركاء الإقليميين للسودان بحضور ست زعماء فارقة وشار راضي إلى أنه من المقرر أن تناقش القمة آخر التطورات على الساحة الليبيا وسبب الاحتواء الأزمة الحالية وإحياء العمليات السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب مهندس مروان برحب بحضرتك مرة أخرى في ستوديو القاهرة والناس يمكن قمة مهمة بتستضيفها القاهرة لبحث آخر التطورات في الملفين الليبي وحاليا السوداني وذلك من حرص واهتمام مصر بالشؤون الأفريقية وهي على رئاسة الاتحاد الإفريقي وأيضا الشؤون العربية أولا هو طبعا هذا من دور مصر في الاتحاد الأفريقي وهي على قمة الاتحاد الأفريقي في زي اللحظات وقضية ليبيا أو قضية السودان هي من القضايا الكبيرة والقضايا المحورية اللي مش بس الأفرقى والدول الأفريقية مهتمة بيها ولكن العالم كله مهتم بالنتائج لها وما ستقول إليها هذه القضايا وهذه الأزمات في هذه الدول أيضا البعد التاني البعد بالأمن القومي المصري أنت عندك الدولتين على حدودك الجنوبية وعلى حدودك الغربية عندنا دولة مشتعلة اللي هي ليبيا ولكن خلينا نقول دلوقتي أحسن من زمان بكتهت دلوقتي خليفة حفتر عمل شغل كويس في الناحية الشرقية في ليبيا وربما يختلف يتفق البعض على دخوله ترابلس ولكن على الأقل هناك من تتحدثي معه حول الحدود هناك من تتحدثي معه حول حقوق بعض المصريين هناك هناك من تتنصيقي معه حول أمن القوم المصري مش زي دول ما فيهاش حد تتكلمي معه وبتتكلمي مع ميليشيات ده برضو قوات نظامية بشكل كبير وقواتها هو الجيش الليبي المتوفر إلى هذه اللعظات الحل في ليبيا ده أمر مهم جدا لمصر مهم للدول الأفريقية كثيرة الحل السياسي في ليبيا هل هو الحل سيأتي من خلال قواتين عسكريتين على الأرض وقوات سياسية ولا عدة قوات سياسية خطيرة جدا ومهمة مصر لها فيها كتير جدا في هذه الأمور نرجع على الشأن السوداني وما نتكلم على السودان السودان دولة كبيرة ولينا بعد قوي مع السودان وإعلاقات نسب وكل اللي انت عاوزة تقوليه هو دي النيل والكلام زي كده يهمنا أن السودان تخرج من هذا المأذق بدون انقضاد طيارات دينية إرهابية على الحكم وده شيء مهم جدا نريد أن تخرج من هذا المأذق أيضا من خلال حكومة نستطيع التفاوض معها وعندنا تفاومات كبيرة مع حول القضايا الإقليمية وقضايا أيضا اللي تهمنا الأمن القوم من مصر وحدود الجنوبية وماذا كان يحدث قبل ذلك في أيام حكم البشير فملفين مهمين جدا ومصر اللي بتعملوا ده شيء جيد جدا وأنها تقابل الناس ضروري في هذه اللحظات ونتمنى تنصيق جيد مع الأشقاء سواء في ليبيا أو في السودان حتى ليبيا تجد مصار سياسي مناسب يرضي العالم كله أن لا يوجد أحد يعيش بمعزل في الكرة الأرضية جزء تاني مصار يرضي الشعب السودان وأيضا يعدين على مرحلة الفوضى ويعزي تولير حمنا من مرحلة فوضى ربما قد تأتي في السودان شيء جيد جدا نزيل اللقاءات شهد المهندس عمرو نصر وزير التجارة والصناعة توقيع عقد مشروع تشغيل الشباب في مصر مع منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويستهدف المشروع إيجاد فرص عمل أمام الشباب لمعالجة الأسباب الجزرية للهجرة غير الشرعية في مصر وقال الوزير إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على وضع السياسات وإصلاحات جزرية للتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية وتلبية احتياجات الشباب التشغيلية المتزايدة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والذي تنفزه الحكومة حاليا بالعودة لحدتك مهندس مروان المشروع يعالج بشكل رئيسي تحديات الهجرة الغير الشرعية للشباب وأيضا إيجاد فرص عمل للشباب ما قراءتك لحرص الحكومة على ذلك؟ والمشروع الأمن القومي الأهم واللي لابد من تسليط الدوق عليه بشكل كبير جدا هو مشروع اقتصادي حول تشغيل الشباب المصري هذه المجموعات من الشباب المصري بتكلمي على كل سنة بيطلع لك من سلك التعليم إلى الوظيفة حوالي مليون لمليون ونص نسمة عاوزين شغل عاوزين فرص عمل عاوزين فرص في الحياة عاوزين يقدروا يشتغلوا سواء في الداخل من خلال أماكنهم عاوزين توفر لهم مصانع طرق تتحركوا فيها فهو التحدي الأكبر في مصر إن أنا إزاي هقدر أتعامل مع الكتلة البشرية دي من غير ما تعمل لي أزم هو ده السؤال الأخطر على فكرة في المرحلة القادمة كون إن الدولة بتبحث عن شراكات بتبحث عن خبرات بتبحث عن أصدقائي دون الخبرة فيما نقوم بعمل ده شيء جيد فكرة إن إحنا ما فيش زينا في الدنيا دي دي فكرة خطيرة إحنا بنتحرك وده وهذا التحرك يمكن يرد على السؤال بتاع إن لا عاوزين خبرات عاوزين بتحامل مع آخرين كون إن الدولة تنصق مع أي جهة خارجية في هذا الأمر شيء جيد إحنا عاوزين برامجهم عاوزين أفكارهم عاوزين إزاي يساعدونا في بعض المشروعات إن إحنا إزاي مش كل عاجة تمويلة على فكرة إزاي نقدر نعمل استراتيجية نكحة لتشغيلها هذه الشباب إن لو ما شغلناهم شي هي قمبلة شديدة الخطورة على مصر أقوى من مئة قمبلة إرهاب فأنا أتمنى للحكومة المصرية تنجح في الفكرة إزاي نشغلهم إزاي تفتح سوء العمل إزاي تزود الفرص إزاي تعمل قوانين مناسبة تقدر تحمي هذا الشباب الناشط وتقدر تدخل سوء العمل ناقش التنفيذي لمجلس وزراء شباب ورياضة العرب خلال أعمال دورته الثالثة والستين عددا من البنود لرفعها الاجتماعي وزراء الشباب والرياضة العرب المقرر عقده الثلاثاء لإقرارها منها قرار اعتماد دولة فلسطين عضوا دائما في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء شباب ورياضة العرب بعد قرار وزراء الخارجية العرب أشهر الماضي على ذلك وأخذ المكتب التنفيذي علما بالاستعدادات اللبنانية لإقامة الدورة الرابعة عشر للألعاب الرياضية العربية عام 2021 قرر رئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الإعفاءات التي سمح بمجابها لثمان دول بشراء النفط الإيراني بهدف تحقيق صادرات صفر من الخام واعتبارا من الثاني من مايو ستواجه هذه الدول عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر عام 2018 على صادرات النفط الإيرانية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي لكن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثمان دول من كبار مستورد النفط الإيراني وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وطايوان وتركيا وإيطاليا واليونان وسمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة ثلاثة أشهر مهندس ماروان كيف تقرأ هذا القرار الأمريكي بإلغاء الإعفاءات من عقوبات إيراني؟ بس هي الولايات المتحدة الأمريكية بتحول الضغط على إيران بشكل كبير جدا في الفترة القادمة بحيث أنها تحطها فيه زي ما تقولي عزلة ليست فقط سياسية وهي فيها الآن عزلة اقتصادية كبيرة جدا لأنها التصورة هو العدو على المنطقة بالكامل والعدو على الإنسانية في هذه اللحظات وربما هي في حالة عداء مباشر مع إسرائيل أيضا وأيضا خلينا نتكلم برضو إيران لديها يد كبيرة في الإبقاء على الأسد إلى هذه اللحظات من خلال الميليشيات اللي تم إرسالها للأسد بشكل أو بآخر أو من خلال دعمال حزب الله في لبنان فموضوع التضييق على إيران هو أمر ترى أمريكا أنه من أهم أولاية الأمن القوم الأمريكي في هذه اللحظات وأيضا من الوعود الانتخابية اللي قالها ترامب فكرة بقى أنه في بعض الدول اللي واخد مهلع وبالما تبدأ تتبع معنا العقوبات المهلع تقلص 2 مايو هنعمل إيه أسئلة مهمة هنعمل إيه مع الدول الأصدقاء اللي هي لازالت هناك علاقات لاستراد النفط بينها وبين بعض هدنا سؤال آخر مهم جدا ماذا لو تهورت إيران لابد يكون ليه ردود لأن فكرة تهور إيران المفاجئ على دول الخليج حيجيب يعني الناس من مستسهلة ولكن هو أمر خطير جدا هل تستطيع قوات الأمريكية حاليا حماية المضيق وحماية إدارة حرب لفترة على الأقل تثبيت العدوان ما نعرفش إيه اللي هيحصل ففكرة الضغط على إيران أنا أتمنى أننا نضغط عليها ولكن لا أتمنى وجود حرب عالمية في المنطقة أو اشتعى المنطقة جديدة في الدول العربية بحرب مع دولة أخرى وأتمنى أيضا النظام الإيراني لابد أنه يبدأ يتفاهم فكرة المادة الشيعية دينها ما تنفعشي الدولة الدينية وتهديد الغير ما تنفعشي القصص القرون الوسطى اللي بيحضي يصدرها للناس دي ليس أوانها وليس زمانها ولو أنت بطلت تتدخل في شؤون غير ربما ستجد كثير من الأعداء في السابق تحولوا الأصدقاء وقدرين على التفاوض بالنسبة لك أنا نتمنى الخير للمنطقة ولا نتمنى بأي شكل من الأشكال حرب جديدة أو فتنة جديدة كفاء علينا اللي احنا شايفينه في كل حتة مش نقصين يعني حاجة تبقى أبشع منه أعلنت رئاسة السرلنكية أن تفجرة الأحد نفذتها جماعة إسلامية محلية بمساعدة شبكة دولية مطالبة لدول بمساعدتها لتعاقب الجهات الدولية التي لها علاقة بالحادث معلنة حالة طوارئ اعتبارا من منتصف الليل فيما أعلنت الشرطة السرلنكية انفجار قنبلة في حافلة صغيرة مركونة قرب كنيسة في العاصمة السرلنكية أثناء محاولة تفكيكها كما تم العثور على 87 جهازا لتفجير القنابل في موقف الحافلة الرئيسي بمدينة كولومبو فيما ارتفعت أعداد ضحايا التفجير إلى 290 قتيلا وإصابة نحو 500 آخرين احتلفت الملكة لدبس بعيد ميلادها 93 وتجوزت الأجواء الاحتفالية حدود المملكة المتحدة إسحر صاد سفينة كوين لدبس 2 والتي تتخذ من ميناء راشد بدبي مرسى لها على الاحتفال بهذه المناسبة أيضا واحتفلت سفينة كوين لدبس 2 في دبي والتي أطلقتها الملكة لدبس شخصيا بحضور الأمير فليب في عام 1967 بمناسبة تعيد ميلاد المملكة أو الملكة لدبس واستضافت السفينة عطلة نهاية أسبوع مميزة وعرضت فيها أفضل ما في بريطانيا العظمى فاصل الأخير ونوصل نشرة المصريون من القاهرة ونستبعونا عودة مرة أخرى لنشرة المصريون من القاهرة والناس تحت عنوان على الكراسي المتحركة يكتب محمد أمين في عدد الثلاثاء من المصري اليوم متحدثا عن مشهد تصويت كبار السن على الكراسي والمرضى في سيارة الإسعاف وهم يتوجهون إلى سنظيق الاقتراع مؤكدا أنه تأثر بحديثهم بأنهم حضروا من أجل استمرار الرئيس في مسيرة التنمية والإصلاح ومن أجل الوطن وإظهار صورة حضرية منتقدا ما أسماه المستنكرين لتلك المشاهد وتلك الفرحة من الشعب ووجه الكاتب رسالة إلى المراهنين على فشل الاستفتاء وعدم خروج المواطنين مؤكدا أن رهانهم فشل مرحب بحضلك مرة أخرى مهندس مروان في السيديو قيرا والناس هل تعتقد أن مشاهد الفرحة مشاهد السعادة خروج كبار السن دوي الاحتياجات الخاصة هي أكبر رد على المشاككين في نجاح الاستفتاء؟ وبالتأكيد خلينا نتكلم علميا على دور كبار السن في أي انتخابات حول العالم أي انتخابات حول العالم أكبر نسبة مشاركة بتلاقيها السينيور سيتزن أو اللي هم فوق الستين عام صحيح هل هو بوعيه أو غير وعيه ونخش الدبيت ده أنا مشاهدين نخش المربع ده ولكن خلينا نتكلم في كبار السن هم الأكثر نسبة تصويت وهم الأكثرية في الإيجان كثيرة ونتمنى أن الشباب المصري يوصل إلى نسبة وعي أنه هو يشارك بنفس نسبتهم نتكلم بقى على الحالات اللي هي اللي تعرضت في الجرائد والكلام ده الحملة الدعائية مش عيب أن انت تعمل ده الإنتخابات من خصين يعني مش عيب أن انت تحس الناس على التصويت مش عيب أن انت تحاول تنزل الناس ولكن نهاياتا لازم الرسالة تكون محمولة بشكل جيد وزي ما احنا بنقول أيوة احنا الناس كبار في السن دول الشغل الكويس جدا ان يخلوا الناس تنزل تصوت سواء أنا هتقول آه أو هتقول لا برضو لازم يكون عندنا برضو ملاحظات على موضوع العربات الإسعاف والكلام ده كان لابد برضو من نظر إليها ببعد أكبر هل هو عندهم خضرة وهل اللي جاء تستطيع استعاب تصويت ناس في هذه الحالة ولا لا ده برضو مركزية لازم نفكر فيها ولكن نهاياتا هذا الاستفتاء الشرعية لدولة يونيو أي أن كان رأي أي حد فينا إيه ونتمنى يكون في الخير النتيجة بتاعته في الآخر تجيب خير للجميع نقطة الختام من نشرة المصريون من القاهرة والناس شكرا أميرة شكرا مهندس مروانيو نس كنت معنا في جولة اليوم وشكرا موصول إليكم مشاهدين الكرام غدا تلتقون وجولة جديدة من نشرة المصريون من القاهرة والناس أما الآن فإلى اللقاء تابعتم في نشرة اليوم اليوم الأخير للاستفتاء الوافدون يتطدرون المشهد الوطنية للانتخابات لا تمدي ليوم رابع في الاستفتاء طنورة وطبل في الاستفتاء بالهرم وسيدة تضع مولدها في اللجنة ببني سويب السيسي وأست زعماء يناقشون تطورات الأزمتين السودانية والليبيا بالقاهرة سريلانكا تبجيرة الأحد نفذتها جماعة إسلامية محلية بمساعدة شبكة دولية واشنطن تلغي الإعفاءات من عقوبات إيران وعقوبات تنتظر ثمانية دول ومحمد أمين يكتب على الكراثي المتحركة اشتركوا في القناة